السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين والمتابعين وتحية طيبة لكم وإنما كنتم وإيام مباركة عليكم إن شاء الله تعود عليكم بالخير والبركة مبروك للأمة الأهلاوية هذا الفوز أو هذا التأهل الأصح هذا التأهل إلى المرحلة الثانية ونصف نهاية دوري أبطال أفريقيا هذا التأهل في النصف نهاية رقم 18 للنادي الأهلي في تاريخ هذه البطولة دائما ما النادي الأهلي يحقق الأرقام ليكسرها ويحطمه وليس غيرها النادي الأهلي عندما يحضر يصمت الجميع عندما يظلل النسر بجناحيه الكاسرين لأرض الأفريقية الكل يقف احتراما وإجلالا لهذا الفريق الكبير العظيم اللي لا يوجد فريق آخر في أفريقيا يستطيع أن يحقق ما حقق النادي الأهلي هذا الفريق ينشر السعادة والأفراح في الأرض المصرية اللي يمكن تفتقد إلى الكثير في موضوع قرة القدم بعد الخروج من تأس العالم بعد الكبوات اللي كانت للأندية المصرية لكن الأهلي هو حامل ومش على الكرة المصرية والعلم المصري في كل أفريقيا وفي كل البطولات الأقليمية طبعا الناس تتكلم اليوم عن الإداء اللي يمكن ما كان بشكل جيد وغير موفق بالنسبة لفريق له لكن أنا أقول أن إجمالا النادي الأهلي تفوق بثلاث أشواط مقابل الشوط واحد إذا قلنا أن المباراة لعبت على أربع أجزاء جزئين في القاهرة وجزئين في الدار البيضاء كان هناك شوط واحد فقط للرجاء البيضاء وهو الشوط الثاني في هذه المباراة الأخيرة اللي لعبها النادي الأهلي والتي انتهت بالتعادل لو كان النادي الأهلي استغل نصف الفرص اللي جاءته أو اللي أتته في مباراة القاهرة اليوم لذهب إلى الدار البيضاء وكانت المباراة تحصيل حاصل ويمكن ما شفنا هذا الضغط الكبير على النادي الأهلي طبعا الناس اليوم تريد من النادي الأهلي أن يقدم مستوى زائد النتيجة وهذا محقينهم فيه لكن عطفا على ما يحصل من ظروف كبيرة يعانيها النادي الأهلي يجب أن الناس تصبر على موسيماني وعلى النادي الأهلي وعلى لعبة النادي الأهلي لأن الهدف هو شنو؟ الهدف هو الوصول الهدف هو الفوز الهدف هو تحقيق الإنجازات واليوم أنا مثل ما قلت لكم احنا اليوم في النادي الأهلي لدينا هدفين مهمين الدوري ودوري أبطال أفريقا البطولات الأخرى خلينا نكون متعلقات خلينا نقول أنها بطولات ليست مهمة بالدرجة الأكبر لكن الدوري خط أحمر وبطولة الدوري أفريقية خط أحمر على موسيماني يتعامل مع هذين البطولتين بشكل جدي وبعملية وتقنية عالية بحيث استراتيجية اللعبة تكون في المستوى المطلوب نرجع إلى المباراة يمكن التغييرات التي أجراها السيد موسيماني في الشوط الثاني بعد شوط أول ممتاز قدم فيه النادي الأهلي الكثير فريق النادي الأهلي في الشوط الأول يمكن قدم درس كروي في كيفية التعامل مع ظروف المباراة هذا الجمهور الكبير الذي كان حاضر المباراة الحكم السيء ضغوطات المباراة ونتيجة المباراة عطفا على ما حقق النادي الأهلي في القاهرة باثنين واحد الذي أعطت النادي الرجاء البيضاوي يمكن العودة إلى المباراة ويمكن الأمل في أن يحقق شيء مع النادي الأهلي هذه المعطيات جعلت المباراة صعبة صعبة جدا لكن النادي الأهلي في الشوط الأول لعب مباراة كبيرة رغم الخطأ الذي تسبب فيه هدف وهناك كان سوء تمركز من بعض لاعبي خط الدفاع لكن الأهلية عاد إلى المباراة وسجل هدف رائع من حمد عبد المنعم قبل أن يضيع ضربة الجزاء وهذا طبعا نحسبه على الجهاز الفني لنادي الأهلي كان يجب أن تدرس تحليل فني حركة الزينية في المباراة الأولى لأن الكرة لعبها معلول بنفس الزاوية التي لعبها السولية على يمين الحارس وبالتالي الزينية استطاع أن يمكن ينقذ هذه الكرة مع أن اللاعبين رجاء دخلوا إلى منطقة الجزاء قبل أن ينفذ معلول الكرة وكان على الحكم الدايس سيء أن يعيد ضربة الجزاء عموما شوط الأول انتهى بإداء جيد وبنتيجة ممتازة للنادي الأهلي ذهبنا للشوط الثاني اللي حصل في الشوط الثاني ماذا؟ حصل التغييرات اللي أجراها السيد موسيماني كانت تغييرات عجيبة غريبة يمكن أنا عزي هذا الأمر إلى موضوع طريف يمكن رصدته في المباراة أن السيد موسيماني خلع الشاكيت لأنه كان على ما يبدو يشعر بالحرارة والسيد الطاوسي لبس الشاكيت الأسود لأنه كان يشعر بالبرودة على ما يبدو أن الحر هو اللي يأثر على أفكار السيد موسيماني وليس الأمور اللي تتعلق في استراتيجيات أو فنيات كرة القدم لأن التغييرات اللي أجراها تغييرات يعني ليس لها أي مبرر أنا يمكن حاولت أن أبرر كل تغيير غيره لم أجد أي تبرير الفريق يمكن تعرض للضغط بعد هذا التغيير خاصة تغيير الشحات اللي يمكن نزل أيمن أشرف وبالتالي أصبح هناك فجوة كبيرة بيرستاوي السيء الغير موفق اللي يمكن أبقاه السيد موسيماني حتى الدقيقة الحادية والثمانون ولم يخرجه وأخرج اللاعبين اللي هم كانوا يمكن يلعبون بشكل جيد وكانوا يؤدون مهامهم مسؤولياتهم وواجباتهم ومهامهم إذن الموضوع أصبح شو؟ أصبح هناك فجوة كبيرة أصبح اللعب الطويل اللعب العشوائي وبالتالي فقد النادي الأهلي السيطرة على المباراة فقد النادي الأهلي قيمته في مسألة الاستحواث قيمته في مسألة ترابط الخطوط قيمته في مسألة الضغط على المنافس في ملعبه وكنت أشدد على هذا الموضوع في مسألة الضغط العكسي وكيفية افتكاك الكرة بأسرع وقت ممكن عموما المباراة انتهت بالشكل اللي يريدها موسيماني ولكن كانت مغامرة غير محسوبة وربما كان الحكم من دايس سيء كان حسب ضربة جزاء أو كان يمكن حسب ضربات ثابتة على خط منطقة الجزاء وما أكثرها اللي حسبها زين وهي ليست ضربات ثابتة وليست أخطاء كنت قلق جدا من الحكم اللي كان قلق من الجمهور طبعا تحية لجمهور الرجاء اللي يمكن حسب الأخبار اللي وصلتني أنه رفع في الدقيقة 72 الأضواء تحية لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد وبالتالي هذا يحسب للنادي الرجاء البيضاوي ويحسب لجمهوره العظيم موضوع بدر بانون بدر بانون انتبه يا جمهور الأهلي في هناك قنوات وفي هناك أنا طبعا أتكلم على القنوات في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية تحاول أن تروج وتدق الأسفين ما بين جمهور الأهلي واللاعب بدر بانون حتى تتخذ الإدارة يمكن قرار بالاستغناء عن هذا اللاعب وبالتالي الأندي الباقي المنافسة تأخذ هذا اللاعب على بأقل الخسائر أو بميزانية أقل إذن على جمهور الأهلي أن ينتبه لهذا الموضوع لأن بدر بانون اللاعب أصيل استطاع أن يلعب مع النادي الأهلي وأن يحقق الإنجازات مع النادي الأهلي وهو من أروع اللاعبين الموجودين في النادي الأهلي وإذا بدر منه أي شخص وهو غير مقصود وبالتالي على جمهور الأهلي أن يحضر من هذا الموضوع المهم مباراة النادي الأهلي مع نادي وفاقص طيفي جزائري مباراة ليست سهلة يمكن الناس توقعوا أن الترجي هو سيحسم الموقعة ولكن أنا من وجهة نظري أن المباراة ليست سهلة وعلى مسماني أن يراجع نفسه في بعض التبديلات والتغييرات بالنسبة إلى الناس اللي طالب اليوم مسماني يمكن أن يقالته هذا كلام مرفوض الآن وغير مقبول مسماني ليستمر في عمله حتى انتهى عقده ونشوف الأمور كيف تصبح مع النادي الأهلي بما أنه يحقق الانتصارات ويحقق الإنجازات فيجب على جمهور الأهلي أن يصبر على هذا المدرب ويصبر على بعض اللاعبين على أن يمكن تحفظ كبير على مستوى اللاعبين الأجانب بير سيتاو وميكي سوني وغيرهم عدا اليوديان ومعلول اللي يمكن جاي قدمون أشياء جيدة يمكن تتوافق مع قيمة الأهلي واللاعبين الموجودين في تركيبة النادي الأهلي